أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتزاز مصر بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية مع سلطنة عمان والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون المشترك والسطلع أليات دفعها إلى أفاق أرحب بشتى المجالات كما ثمن الرئيس السيسي مستوى التنسيق القائم والوحدة رؤى بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل وتوافق إذا أقافت القضايا الإقليمية والدولية جاء ذلك خلال محادثات الرئيس السيسي مع سلطان عمان هيثم بن طارق السعيد هذا وقد أقيمت للرئيس السيسي مراسم الاستقبال الرسمي بقصر العلم بمثقت وتم عصف السلامين الوطنيين واصطفاف حرس الشرف من جهته أشاد السلطان هيثم بن طارق بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين معربا عن تقديره للجهود المصرية الدعمة للشأن العماني على كافة الأصعيدة فضلا عن إسهام الجالية المصرية في عمليات البناء والتنمية بعمان في مختلف المجالات مع التأكيد على حرس عمان على تعزيز أطر التعاون السنائي الراسخة مع مصر في مختلف المجالات وذلك خلال الفترة القادمة من خلال زيادة الاستثمارات العمانية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها ترجمة نانسي قنقر